لو جايبة الفرخة دي وخايفة منها وخايفة تكون مش حلوة معاكي تعال اقول لك هتعمليها ازاي وهتبقى تحفة معاكي زي اللي بتجيبيها طوزة من عند الفرار جيب الزبط اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اول مرة تشوفوني يشرفني ويسعدني جدا جدا اشتراككم في القناة ودعموا الفيديو باللايك بصوا بقى الفرخ دي كنا يعني ايه قلنا نجربها كده فهي لازم تعمل لها شوية تركات كده هتبقى حلوة جدا جبنا مية حطيت كوباية ملح على سكر المج اللي شفتو ده نص ملح ونص سكر عشان هي فرخة لو اكتر هنزود الكمية طبعا وجبت تلات لمونات وعصرتهم وبدوبهم كده وبعصرهم في المية وبدوب السكر والملح وحطيت نص كوباية خل يبقى على قد الفرخة نص كوباية سكر نص كوباية ملح بس انا حطاهم في مج واحد نص كوباية خل تلات لمونات وهندوبهم كده وهنحط الفرخة انا من بالليل يعني انا نوية ان شاء الله اعملها بكرة بنقعها من بالليل تمام واول ما بتفك كده بروح مدخلة اللمون جواها كده ويعني عارفين الملح مع الخل مع السكر مع اللمون بيمتص اي زفارة واي دم بيكون جوا الفرخة بص انا بقطع اللمون علشان زيوت الطيارة اللي في القشر يعني تمتص الحاجات اللي في الفرخة اللي بنتو عارفين بقى الزفارة والحاجات اللي هي مش بتبقى مستحبة دي خالص بصوا بقى تاني يوم طبعا لما فكت بالليل قبل ما نام دخلتها التلاجة بطباقها كده شايفين طبعا المنظر المية يعني عايز اقول لكم شفطة بقى الدم والزفارة وكل حاجة بصوا بقى بعد ما قطعتها انا ما كنتش ناوية ان انا لو ناوية ان انا هقطعها من بالليل كنت قطعتها في محلول النقع بس بصراحة غيرت الخطة انا كنت ناوية عاملها محشية فلاقيت جلدها مش مش مساعدني ان انا نحشيها وتقطع فقلت ايه هقطعها بقى الماء مرتحت الهاش لما قطعتها رحت عاملة ايه بقى شوية محلول نقع كمان قلت او منظف الشقة كده على ما انقعها يعني ساعتين كمان ساعة ونص احنا طبعا في رمضان ولسه بدري فانا قلت ايه بقى اشوفها الاول كده لما لقيتها مش نفعل الحشو قطعتها حسيت انها محتاجة تتنقع بعد ما تقطعت عصرت كمان لامونتين شوية يعني ثلاثة اربع معالق سكر على ثلاثة اربع معالق ملح ما قطرتش الكمية بقى وقطعتها الاربع كده وشطفتها وسبتها في محلول النقع ده وشوية خل تمام قلت بقى على منظف الشقة وظبط الدنيا كده هتبقى بقى هورها لكو بقت خطيرة هورها لكو كده بقى بقت عاملة كأنها يعني عارفين الفراخ اللي لسه جابينها من الفرارجي طبعا بتبان بقى بتبقى شكلها ايه اللحمة بتاعتها عاملة ازاي بس قلت ايه اخلص بقى ترويق كده انجز في يعني انجز في الوقت بما اني لسه قدامي وقت على معامل الاكل سبتها بقى شوية والله لو هتا يعني الوقت كان خلاص كنت هعمل اي حاجة غيرها بس انا لازم اكون مرتاحة جدا للفراخ بالذات اللي في الفريزر او المجمدة لازم اكون راضي عليها يعني مية في المية راضي على شكلها راضي على ريحتها بعد ما قطعتها كده حسيت ان يعني ايه لا مش يعني تمانين في المية مثلا قلت لأ انقعها ساعتين ولا ساعة ونصف كده على ما خلص علشان تبقى تمام ويبقى بنكل الحاجة واحنا نفسنا راضية ومتطمنة والاكل ايه غير انه يعني يعرفين نفسي كده فاهمين يعني لازم تبقى الحاجة كده مرتاحين لها عشان واحنا بنكل ناكل واحنا مرتاحين ومبسوطين تمام الفرخة دي بقى اللي هي بتتباع اللي هي البرازيل ديت هي كيلو وتلتميت جرام صوفي عاملة كان تقريبا من تمانين لخمسة وتمانين مش فاكرة بالزبط يعني هي تقريبا تمانين جنيه او خمسة وتمانين هي مش متاحة كتير يعني بس احنا جبنا نجربها وقلت اقول لكم معايا يعني معايا كده ايه اللي عايز يتطمن او يسأل انا مثلا اختي كانت بتقولي شوفي لما تعمليها قليلي فانا قلت اقول لكم انتو كمان تجبوها تنقعوها كويس تقطعوها تخسلوها يعني تفك من التالج تقطعوها اربع وتشطفوها كويس وتبيتوها في محلول انها تبقى كمان بتبقى كده من الاخر انا غلطتي ان انا ايه ما كنتش ناوي يقطعها فنقعتها سليمة لا انت قطعيها ونقعيها علشان عارفة انت لما تقطعيها كده بيبقى كل حاجة متفتحة قدامك كده فالمحلول يدخل بسهولة كده ويشفط الظفرة والدم اللي فيها بس كده رغينا كتير بس حبيت ايه اقول لكم الفكرة يعني انا بقى مجهزها يعني مجهزها هعمل اين نهاردة فقلت انظف كده وندخل بقى ان شاء الله على المطبخ على طول نزبط بقى افطارنا رمضان كريم وخلاص العيد احنا يعني في العشرة الاواخر يا رب يجعلنا جميعا انا وانتو وامة محمد من عتقاء الشهر الكريم يا رب يا رب يجعلنا من عتقاء ويا رب قوله امين واللهم صلي وسلم وابارك على سيدنا محمد عشان الدعوة كده رب يعني ربنا يقبلها مننا ان شاء الله ما نجي ندعي دعاء كده نكون محتاجينه جدا اي دعاء احنا طبعا كل دعاء بندعي بنبقى يعني نفسنا ربنا يقبله مننا ويتحقق فنصلي على النبي الاول ونختم بالصلاة على النبي فربنا ان شاء الله ان شاء الله يتقبل يعني باذن الله بس كده شفته فانوسي جميل بموت فيه بموت في فانوسي الامر ده امر فانوس امر تمام تعالوا بقى هتعمليها ايه بقى مرفة هعملها صنية بالبصل والسوس كده بصوا بقى عايزكم تركزوا بزمتكو دي فراخ مجمدة شايفين لون اللحمة بقى عامل ازاي بسم الله ما شاء الله لحمة بتاعتها بيضت سوري بيضت ولمعت بصوا كأنها جاية من عند الفرار جي ولسه حالا بصوا ما شاء الله حلوة جدا كانت بقى لحمتها غمقة كده وكاتمة وما كنتش مرتاحة له خالص بصوا عاملة ازاي بقت فلة المحلول النقع ده اكسم بالله خطير خطير هاتبهولكو في شاشة النهاية رهيب رهيب انا عاملة فيديو مخصوص لمحلول النقع بصوا بقى اطعت بصل تلت بصلات كده يعني الكمية البصل بقى اللي تفضلية حطت عليها بقى اول حاجة معلقة سكر شوية بهارات سنة قرفة شوية جنزبيل فلفل اسود بقى الفلفل اسود بتاعي عليه كل البهارات ودي معلقة توم صغيرة ولمونة بصوا يعني الخلطة دي بتبقى حلوة جدا اللمونة اولا بتبقى حلوة جدا في الصينية دي بتخلي البصل فيه كرمالة كده والسكر بيدي طعم والفلفل اسود بتاعي بقى حطى عليه كل حاجة ورق لورة حبهان مستيكة بلحة جستيطيبة بتاعي تاني جنزبيل ارفة حتى كل حاجة وعمل خلطة كده يعني للفراخ عليها بقى مكعبات مرأة بودر عليها رزماري عليها رحان وزعتر وبهارات فراخ تمام بصوا بقى وطمط مية كل الحاجات دي واللمونة دعكتها في البصل وطمط مية ونص كده يعني كان في نصه وكمان طمط مية طمط ميتين بقى طمط مية اللي عندك وبصي بقى عايز الفراخ تتبل تتبيلك كلها كده تدعاكي تدخلي التوابل والبصل والحاجات دي عايز اقولك سنة القرفة دي بتزبط جدا بتدي الفراخ ريحة حلوة جدا وطعم حلو جدا تمام يبقى نقول بصل بهارات معلقة توم صغيرة لمونة معلقة سكر فلفل اسود زودت بقى شوية جنزابيل وشوية قرفة والحاجات دي خلاص وهنعمل شوية رزم حمرين بصوا بقى انا حطاها تستوي على البوتاجاز وبصوا اهيه وبعد كده هديها لون تحت الشواي هوريكو في الاخر لون الفراخ وبرضو هفتح لكو الفرخة من النص في اللحمة كده علشان احنا طبعا كلنا عارفين الفراخ لما تبقى مش حالوة او ماركونة في الفريزر تلاقي اللحمة بتاعتها غمقة مسودة انا هوريكو بقى لون هعمل ازاي بصوا الرز دي لازم نديله اللون الدهب الجميل ده والرز ده انا نقعية وبصوا بقى بعد ما يتحمر نحط فيه اه قصدي ملح شوية ملح طبعا تزبط الملح بتاعك وحط المية بتغلي على البتجاز على العين التانية عشان ينجز معايا تمام وهحطه كده واول ما غطيه طبعا المية بتغلي هروح نقله على اصغر عين وهسيبه شوية عشر دقايق وبعدين هوطي عليه مش هكشفه غير وانا بغرف نعمل بقى شوية صلطة كده يعني عندنا الغدى النهار ده باسم الله ما شاء الله جميل فرخة في الصينية تحفة هوريها لكو ورز اللي هو حبة وحبة وبطاطس محمرة وصلطة حلو في احلى من كده ما فيش احلى من كده وعيش بقى ولو عندك شوية مخلل تزبطي الاكل كده بصوا دي الصلطة خلصة والفرق خلاص هطلعها من الفرن دلوقتي والرز خلاص كده بصوا الرز بقى ما تبقيش تكشفي عليه خالص غير لما قبل ما تطفي عليه ما تطلعيش بقى البخار وتقعدي تهري فيه يعني هتحطي له الاعدة بتاعه مجرد ما يبتدي يغلي تنقليه على العين الصغيرة عشر خمس دقايق تهدي عليه ما تكشفوهش تاني بصي بسم الله ما شاء الله الفرق من جوه عاملة ازاي خطيرة حلوة جدا بصي بقى الوركة هتقولي لي ده السدر اه لكن الورك بصي بقى الوركة عامل ازاي بصي تحفة يارب الفيديو يعجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة كانت معكم ميرفت من يوميات لدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته